فترة دي فرصة للزمالك انه يستفيد بقى بالنشئيه واللعيبة الجديدة ويشوفهم ويفرج عليهم جزيجهمين بص يا مفيش فرصة احسن من كده انت مش مطالب بقى اي حاج غالص ما عندكش اي منافسات مطالب بيها عندك اللعيبة بتاعتك منهكة بدنيا زي ما بنقول انت خرجت حرفيا من دوري كونفدرالية من كونفدرالية عندك اهم اللعيب عندك في الفرة رايح اولمبياد فانت الدنيا مفيش اكتر من كده ممكن تستفاد باللعيبة اللي هم النشئين دون ده وقت مميز جدا انت تبص عليهم بشكل كبير اللعيبة دي حتى جاء من فترة راحة اصلا هتقدر تحدد فيها احتاجاتك حاجة مهمة جدا هتقدر تبني فيها المركاتو بتاعك ده رقم واحد انت اوريدي اصلا وقت قرارات هتجيب مين بس برضو الكم نفسه بتاع اللعيبة لو انا هجيب اتنين اللعيبة في مركز معين لو عندي اللعيبة يقدر يشيل ممكن خلاص استخدمه يعني او اقدر حدد هدف ان هو مكمل معي الحاجة التانية اللعيبة اللي انت هتقدر تطلعها اعراض وتبدأ تفوكس معها في الاعراض ليه زمان لك مثلا ما يجيبش لعيب زي محمد السيد انت النهار ده عندك لعيبة كتير في نص الملعب وينهو تجيب لعيبة تانية في نص الملعب عندك عبدالله السعيد عندك منصر مير عندك احمد حمدي عندك دونجة عندك زياد كمال عندك محمد شحاتة فتقريبا فيه خمس او ست لعيبة في نص الملعب في نفس الوقت احيانا بتستخدم احمد فتوح بشكل او باخر في المنطقة دي طب ليه لعيب زي محمد السيد الزمانك ما يدرش يستفد منه في اعراض مع بند مثلا نسبة نسبة معينة في المشاركات زي ما ريال مدريد تقريبا فيوقت ما الوقت كان عامل مع كوبو اللي هو اللعيب الياباني لما رح تقريبا مش فاكر نادي حقيقة واحد من الاعراض اللي طلع فيها كوبو ريال مدريد فيوقت معين بدأ ينهي العارة لما اللعيب ما شاركش لازم ان الزمالك يبدأ يهتم بنقطة دي لعيب زي احمد مجدي لعيب زي حسن ابو المعاطي احنا شفنا ان التلاتة دول هما كواليتي كويس الزمالك يدر يبني عليهم في المستقبل اعتقد مفيش فرصة لفريق في الدوري اكتر من ند الزمالك ان هو يقدر استغل النقطة دي والوقت النقطة التانية لدكتور خريفة اتكلم فيها نقطة الاجازات ان انت خلاص هتخلص الدوري هتدخل في السوبر الافريقي هتخرج من السوبر الافريقي هتدخل في السوبر المحلي وبعدين ما نخرج من السوبر المحلي هنبدأ في الدوري الجديد وحاجة الصراحة متعبة جدا